بس الكاتب أحمد راسم النفيس أفش مدرس الخط كده عكشه في حتة حلوة قوي بيقول الكاتب ايه يؤرخ مؤسس الإخوان لكارثة العالم الإسلامي باعتبار أن سقوط الخلافة العثمانية مسلت الواقعة التي حسمت مصير العالم الإسلامي وساقته إلى الضياء فيقول وبهذا الوضع انتصرت أوروبا في هذا الصراع السياسي وتم لها ما أرادت من تمزيق الإمبراطورية الإسلامية والذهب بدولة الإسلام وحسفها سياسيا من قائمة الدول الحية العظيمة حلوة يا عم حلوة يا زيد يعني سقوط خلافة الأطراق بداية كارثة العالم الإسلامي يا برنسي مدرسين الخط خليني ماشي معك للآخر يالي يعني دماغك للحية في حدود القدرات الزهنية لمدرس خط دبلوم مدرسة درر علوم وكامل احترامنا على فكرة جميع المهن الشريفة أنا بحترق بالإنسان في مهنته بيشتغل في مهنته لك أنا بتكلم عن دجل فهم مجموعة من البشر أنهما صرت الأرض بالسماء مش حتى صرت التولدت بالسيفون وإن كانت الأخيرة أنضف بينه وبينكم وبيكامل الكاتب وجهة نظر مدرس الخط أسباب كارثة العالم الإسلامي وبيقول إيه بقى؟ إن انتقال السلطة والرياسة إلى غير العرب من الفرس طارة والديلم طارة والأتراك طارة ممن لم يتزوقوا طعم الإسلام الصحيح ولم تشوى قلوبهم بأنوار القرآن لصعوبة إدراكهم لمعانية الله حيرتني منين الأتراك لم يتزوقوا طعم الإسلام الصحيح عشان اللغة؟ ومنين بتقرخ لكارثة العلب الإسلامي بسقوط الخلافة التركية؟ أليس هذا غريبا؟ أليس هذا عجيبا؟ أليس هذا عنصريا؟ تبتحكم على الأتراك والفرس إن هما ما تزوقوش الإسلام الصحيح دي كارثة أليس هذا مخالفا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى؟ لكن مدرس الخط أصدر حكم نهائي على الأتراك والفرس والديلم إن هما لم يتزوقوا طعم الإسلام الصحيح دي كارثة كارثة لو أعرفوا الأتراك الكلام ده ولم تشرق قلوبهم بمعنى القرآن بمعاني القرآن قلوبهم من وجهة نظر مدرس الخط الترك والفرس والديلم لم تشرق بمعاني القرآن طب أصدق الرسول اللي قالك يا فرق العربي على أعجميه بالتقوى ولا أصدقك يا ابني الساعاتي ما احترامل كل المهن والله العظيم واحترامل كل الأجناس والعراق إلا اللي بالي بالك صبعا عشان كده السوسة مدرس الخط عليه من الله ما يستحق جعل أول شرط من شروط باعة المرشد ما يسمى بركن الفهم الفهم حط بقى تحت قيمة خط أنا فرأي إنها عدم الفهم وشوفوا بقى أصول البرمجة العقلية إزاي مدرس الخط برمجهم علينا يقول حسن البنة أركان باعتنا عشرة فاحفظوها الفهم والإخلاص والعمل أهم حاجة الفهم أول حاجة الركن الأول فهم إنه الركن اللي بقى بيتكلم عنه الفهم إنه الركن الأول يعني هو قالك إنه أول حاجة الفهم والإخلاص والعمل والجهد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوة والثقة الركن الأول هو الفهم إنه الركن الأول لأن الأركان الأخرى تتوقف عليه واي خلل في الركن بتاع الفهم ده سينعكس على باقي الاركان انما اريد ان توقن ومدرسة خاطب يقولون بان فكرتنا اسلامية صحيحة وان تفهم الاسلام كما نفهمه اوبا في حدود هذه الاصول العشرين هي دي الجملة ان تفهم الاسلام كما يفهمه هو بسلامته ما تفهموش بفهمك انت لازم تفهمو فهم ودرس الخط وإلا ما تبقاش اخوانجي لازم تفهم الاسلام بفهم حسن البنة وده اول ركن في البيعة تقتل احمد مارباشا عشان تسقطك في الانتخابات اقتل النقراش واسليمو خاز الدار وفجر المحاكم واقتل الزباط الشرطة والجيش اللي حصل في سينة ومحلات المستأمنين وان كانوا يهود بس المستأمنين خل عين في تانية سنوية يشترك في جريمة قتل الزباط الشرطة في مصر ودي السودان بعد كده وشارده اطلع هاجم بلدك من فضايات تبص من بريطانيا حتى في اليومين دول اللي مخطط التهجير اطلع علينا بواجه الدميم وغيره 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 ده فهم الاخوان اللي هو فهم حسن البنة ده الاسلام كما يفهمه غلمان مدرس الخط عشان يبقوا ايه بقى؟ سلة الارض بالسماء اصحاب الفهم الشامل زي ما هو فهمهم الكامل الصافي رايب خل الدسم للإسلام واحنا ولاد البطة في سودا هم شعب الله المختار صانعة الاستعمار دول شعب الله المختار لكن احنا زي مارس عد باشر زغلول في خطبته في فندق شبر احنا المصريين الحقيين زي ما وصفنا سنة 1921 كل هدفنا نصبوا الى الاستقلال بينما هم في ظل الاستعمار اني اعلم ان البلاد تصبوا الى الاستقلال وان حركتها الاستقلالية بدت من زمان طويل خصوصا من يوم ان ظهر فيها المرحوم مصطفى كامل وتلاه المرحوم محمد فريد بيك هؤلاء الذين اسسوا وايدوا ما اسسوا في النهضة الحاضرة لاستخالق هذه النهضة كما قال بعض خطبائكم لا اقول ذلك ولا ادعيه بل لا اتصوره انما نهضتكم قديمة وللمرحوم مصطفى كامل باشا فضل غزير فيها وكذلك المرحوم فريد بيك واحنا باذن الله باذن الله هنكمل الكفاح جيل بعد جيل ومش هنادى ولا هنرتاح إلا لما نشوف بلدنا في المكانة اللي تستحقها بتراصها بحضرتها بثقافتها بحبها للإنسانية بحبها للسلام باحترام بلدنا للأديان بحبها للخير والنماء ونشر العمران وعاشت مصر دايما حرة مستقلة الإرادة والقرار وشعارنا دايما غزبا عن أي حد